طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة التيرا كلاسيك اللون كلاسيك بسعر صفر فاصل تصفار ثمانية وعشرين تقريبا مولد سوعة وعشرين برانك اثنين وثلاثين ماركت كاب تقريبا بليون سبعمية وليوم يومي خمسمية مليون ستة رليون وخمسمية ومية بليون طبعا الناس ستكلم وايد هل ممكن نرى تيرا كلاسيك دولار يعني على الوضع الحالي والخبر اللي طلع من اه او عدم المصداقية اللي طلعت من هذي اللي خلت العملة ابدا حركتها مش الحركة اللي كانت متوقعة الحركة الايجابية طبعا ممكن يعرف ان الجماعة على اساس في البداية كان بيكون موضوع الحرق على التداول لكن صار الحرق على الايداع والسحب عفوا اه هذي العملية يعني جدا جدا بطيئة يعني على سبيل المثال هني هاي صفحة التنقلات او التحويلات فلوني نشوف خلال الساعتين اللي طافوا ما في ولا عملية حرق قلنا نزيد نشوف اذا كان في عملية حرق خلال كم من ساعة هاي الليل الحين خمس ساعات ونص تقريبا ما في ولا عملية حرق حصلنا عملية حرق واحدة تقريبا قبل خمس ساعات ونص يعني اذا انت كل خمس ساعات ست ساعات عشر ساعات عملية حرق واحدة هاي ها قبل ست ساعات تقريبا خمسين دقيقة عملية حرق اخرى بس هذي العملية جدا بطيئة يعني نحتاج هاي تقريبا ست قول سبع ساعات بعد عملية حرق يعني نحن بهذه الطريقة نحتاج تقريبا عشرين سنة يعني باب اللي هو تقريبا موضوع اللي هو عوذب لام الشيطان آآ بما ان عدد العملة تقريبا ستة تريليون موضوع جدا كبير لكن لو صار الحرق على التداول هذا راح يخلي عملية الحرق حتى ممكن خلال سنة سنة ونص بالكثير عادي نشوفها دولر آآ هذا اللي يقلل عملية التداول في العملة بايننس حاطة من الشروط ان هي تقدر تتحكم بعملية الحرق الخاصة بمنصتها يعني عادي يوم وليلة نشوف بايننس غيرها ترايها تقول انا فابدأ احرق بالتداول ما نستبعد آآ كل شي يستوي وطبعا المنصات الصغارة مثل ما قلنا في الحلقات السابقة انه بدت الحرق بالتداول وليس بالسحب والايداع عشان يكسبون الكستمر زي نروح للتحليل الفني طبعا اليوم ما بنتكلم عن اخبار وبنتكلم عن التحليل الفني اللي معقد اغلب المحللين الوضع شوي جدا معقد نروح للتحليل الفني طبعا قبل فترة كنا نقول انها راح تنزل لكن عملية الشراء القوية هي اللي منعت النزول اللي كانت تقريبا اتوقع في هذه المناطق لان عملية الشراء جدا قوية طبعا دايما اللي اذا كان السوق على سبيل المثال بنزول انا قلت مثلا بتنزل لمنطقة السطاش عسبيل المثال لكن شفناها نزلت مثلا لي مثلا العشرين ووقفت هذا اذا دل دل على شو يعني في ناس يستشتري في هذه المناطق بس الناس اللي فاهمة اكثر بيروح بيشتري في هذه المنطقة اني يعرف ان هذي افضل منطقة بس الناس الثانية تبدأت تشتري من هذه المناطق لانا تقول انا اكون سباق في الدخول قبل المنطقة هذه بس هذه المنطقة فيها رزق يعني عادي اذا انت دخلت هنا يكمل نزول فتكون عمليات البيع اكبر عن عمليات الشراء فعشان شيء دايما لما نحن نعطي مثلا تحليل في ناس واحد تقول انت تعطي تحليل ما يضبط امية بالامية هي لان انا ما اقدر اتحكم بسعر الشراء والبيع انا اعطيك التحليل الفني المقارب عسبيل مثل شيبة انا قلت يمكن تضرب مثلا عسبيل مثال اذا ما اخير بظني اه اللي هي تسعة او شيء شذي فهي نزلت نصف نزول لردة ارتفعت هذا اذا دل دل على شو ان شراء اكبر عن البيع في هذه المناطق عشان شيء نقول لونها حاليا بين ثلاث اشياء الوضع جدا صعب يعني تحليلها حاليا وايد 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 يعني مصعب الموضوع يعني لو اني نشوف هي تمشي على ترند مستوي تقريبا يعني بنشوف حركة فجائية هذه المناطق يعني يا انه كسر للاسفل ليش كسر للاسفل يعني انا اتوقع بيروحها المرة لان المناطق هذه استهلكت اللي هي منطقة اللي في حال عفوا في حال كسرة اللي ترندل هاظ المعتدل هاد وكسرت منطقة الدعم هادي اللي هي 26 هادي تعتموا من اقوى مناطق الدعم ففي حال كسرت المنطقتين هادي وفي منطقة دعم اخرى اللي هي تقريبا ال 24 منطقة ال 24 صارت منطقة مستهلكة يعني اتوقع انا راح يكون الكسر بسرعة اه في حال ما كان في عمليات شراء كبيرة في هذه المناطق راح نشوفها في 16 تقريبا طبعا انا لما حط لازم تعرفون ان هي العملية يعني يمكن مش هي اللاين بس يعني يمكن فوقها شوي وتحت شوي يعني مش اللاين هو دقيقة مية بالمية يعني على الحوالي هذي عشان في ناس تسأل دولي لا كان اعلى شوي لا لان في ناس ترسم اللاين طريقة ثانية ومو شرط لان في ناس ترسم شموع ترسم عفوا اللاينات على ذهل الشموع وفي ناس ترسم عفوا على البدي المهم ففي حال كسرت للأعلى ممكن انه بالنسبة لي تضرب اللي هي 63 صور 3063 في حال اخترق هذه المنطقة ممكن نشوفها لمناطق جدا بعيدة في حال فشل راح نشوف نزول قوي لمنطقة السطعش هذي وجهة نظري او مثل ما قلنا نزول لمنطقة السطعش بعدها راح نحلل ان شاء الله الوضع في مرة اخرى يعني انا ستذكر اذا كان في شيء ثاني يعني يعني مثل ما قلت اللي هو كسر منطقها هذا الشيء الوحيد اللي متبقي في حال كسر منطقة شديد انكم خلصنا ويعطيكم العافية ومؤرجين خير